قتل مصور صحفي روسي في أعمال العنف الدائرة الشرق أوكرانيا في حادثة هي الثالثة التي تستهدف الصحفيين منذ بدء المعارك بين القوة الحكومية الأوكرانية وبين المتمردين الموالين لروسيا وذكرت القناة الأولى الرسمية الأثنين أن مصورها ناتولي كلان ابن الثامنة والستين عاما قتل بالرصاص بمنطقات دونيتسك شرق أوكرانيا خلال ساعة الليل عندما تعرض هو وفريقه لإطلاق النار قرب موكان عسكري أوكراني داخل أحد الحافلات وفق القناة الروسية التي أضافت أن الصحفيين كانوا يرفقون عددا من أمهات الجنود توجهنا إلى الموقع لليقاء أولادهن ويعادتهم إلى بيوتهم كنا نبحث عن سيارة لنقله إلى أقرب مستشفى وعندما نقلناه من الحافلة كانت آخر كلماته الكاميرا الكاميرا كان قد تركها بالحافلة وكان مراسل تلفزيوني ومهندس للصوت أعملان للتلفزيون الرسمي الروسي قتل عثر تعرضهما لقذفة هاون في معارق قرب الهانس قبل أسبوعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة